لا جديد في جدل تعديل قانون الأحوال الشخصية تتدحرج كرة اللهب حول القانون مصحوبة بحملة شعواء يقودها سياسيون وبرلمانيون وشيوخ عشائر ويحمل راياتها رجال دين وتثبت الحملة ساعة بعد أخرى نقاط اشتباه لطالما اتهمت بها القوى الماسكة بالسلطة ممكن المحافظة مأيدة هذا التجمع العشائري اللي صار وتأييدهم لتعديل القانون الأحوال الشخصية احنا رافضين لتعديل القانون هذا الأحوال الشخصية والسبب يعني انتو بأي أساس تحكمون المرأة بأي أساس تسيطرون على هاي العوائل ممكن للعوائل راضية على هذا القانون احنا نرفض هذا التأييد اللي يجي من نشيوفه أهالي واسط طبعا هم مولكل نرفض تأييدهم لهذا الشيء وانطالب بعدم التعديل على هذا القانون ويستمر القانون بالتدحرج نحو الجريدة الرسمية ليكون نافذا بعدما انتصر على المعارضين المدنيين وتخطى يوم أمس أكثر من مئة توقيع النيابي لإيقافه يستمر بالتدحرج مصحوبا بعاصفة من الفعاليات الشعبية والشعبوية لإمراره أنا ضد هذا التجمع العشائري يعني وجهة نظري هذا القرار غير صحيح احنا ضد القانون تعديل الأحوال الشخصية هذا الأخير اللي صدر بسلب حقوق المرأة المرأة هذا قانون قديم معمول به منذ زمن يعني زمن كل شيء بعيد أنه للمرأة حقوقها لأنه يصير استهتار بالمرأة يعني من طرف الرجل الطلاق صار بالمحان كمترح كل شهر يعني ذلك الزوجون ألف يطلبون سبعمية فسلب حقوق المرأة هذا قانون غير صحيح لم يعد قانونا عابرا إنه تجربة الاقتراب من الموت لمفهوم الديمقراطية في العراق تجربة تكرس ديمقراطية الطوائف الذين لا يخدمون بلادا ولا يرفعون علما وخلاصة القصة فإن الجميع يرى بين الرماد وميض نار يوشك أن يكون لها ضرامو